بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين سنة يسيرة جدا وعظمة جدا كانت أفعلها أصحابته والتابعون ولن تأخذ منك أكثر من دقيقتين بعد كل صلاة دقيقتين بعد كل صلاة لكن ستزيد فيها من مراسك في جنة يوميا حوالي مصف مليار كيلو متر مربع يعني ما يساوي مساحة بلد زي كمريات مصر العربية قمس مئة مرة بلا مبلغة وستزيد فيها من مراسك من الحور العين الألاف أو ربما عشرات الألوف أو ربما مئات الألوف بلا مبلغة ستزيد فيها من مراسك من الولدان مخلدين الخدم في الجنة مئات الألوف أو ربما أكثر من مليون خادم في الجنة تجعلك تدخل الجنة بغير سابقة حسابة والأعزاب تفتح لك فيها أباب الجنة التمانية تكون أكثر الناس زواجا في الجنة تحصل بها كمان عظيمة من مغفرة قراءة صورة الإخلاص بعد كل صلاة أو يوميا على سبيل المثال طبعا أنا لا أحده عددا معينة كل إنسان على قدر طاقته ولكن لو قلنا مثلا على العقل الأصابع العشرة بعد كل صلاة يعني تستقرى صورة الإخلاص 30 مرة بعد كل صلاة يعني بمعنى تقرأها 150 مرة بعد كل صلاة يعني 150 مرة ما هو السباب العظيم للناس التي تحصله بأن تعطي هذه الصورة دقيقتين من وقتك بعد كل صلاة وتقرأها 150 مرة بعد كل صلاة أول شيء ستبني 15 قصة عظيمة في الجنة وتزديد من راسك في الجنة حوالي مليار نصف مليار كيلومتر مربع حوالي حضركم الدليل من السنة الرسول السلام يقول في الحديث وهذا الحديث من أجود مرسيل سيدنا سعيد بن مسيب وهو من كبار التبعين وهو من أولاد الصحابة لذلك الرماء أجازوا هذا الحديث وصححوا ثم صححوا الإمام الألباني بعد ذلك الرسول السلام جاء وهو له أكثر من رواية رواية عن سيدنا أبوكر الصديق ورواية عن سيدنا عمر بن خطاب من قرأ قلوا الله أحد عشر مرات حتى يختمها بان الله له قصرة في الجنة ومن قرأها عشرين مرة بان الله له قصرين من قرأها ثلاثين مرة بان الله له ثلاثة قصور فقال سيدنا عمر بن خطاب إذا نكسر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيع طبعا هذا دليل على أن الصحاب ردعانهم كانوا يكسرون لمقرأة هذه السورة زم حتى محمدين دلوقتي في رواية تانية عن سيدنا أبوكر الصديق فقال أيضا نكسر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيع يبا سيدنا أبكر و سيدنا عمر يبا سيدنا أبكر و سيدنا عمر يقرأوها كم مرة في اليوم طبقا فيه صحابي كان يقرأها لا يتركها أبدا طول الليل و النهار يبا أنت قرأتها 30 مرة بعد كل صلاة ستبني سلاسة قصور ستبني 15 أصر مساحة القصة الواحد لا تقل عن 30 مليون كيلو متر حول حضركم الأدل من السنة قال الرسول صلاة الصلاة في تفسير قول الله سبحانه حورم مقصورات في القيام قال القيمة في الجنة أو الغرفة في الجنة ستون ميلا في ستين ميلا وارتفعوها كما بين السماء والأرض يعني 3600 ميل مربع وقال عليه الصلاة والسلام قصر النبي والشهيد به خمسة آلاف غرفة القصر الواحد فيه خمسة آلاف غرفة فلو فرضنا جادا أن الغرفة في الحديث قلته الآن اضرب 3600 ميل يعملهم يعملهم 21 مليون ميل مربع يعني حوالي والميل حوالي واحد وستة من عشر كيلومتر يعني 30 مليون كيلومتر اضرب 30 مليون كيلومتر في صحة الأسر الواحد في 15 يعني 450 مليون كيلومتر يعني ما يسوي حوالي تقريبا نصف مليار كيلومتر يعني ما يسوي مساحة جمهورية مصر العربية 500 مرة 500 مرة بتزيب من مراسك في الجنة من مساحة يعني ما يسوي مساحة جمهورية مصر العربية 500 مرة ده ايه في دقيقتين بعد كل صد دي منقبة الأولى المقبة التانية ستزيب من مراسك من الحر العين الآلاف أو ربما عشرات ألوف دليل من السنة الرسول سنقوم في الحديث سيدنا عمر الخطاب يقول كان عمر الخطاب يخطو عن الممبر وحديث الحديث صحيح قال يا أيها الناس أو تدرون ما جنات عدن قسر به عشرة ألاف باب على كل باب خمس وعشرون ألف امرأة وفي الوقت الأخرى قسر به خمسمائة باب على كل باب خمسة ألاف امرأة إذن طبعا لن يبني يا رب العمي سبحانه لك قسرا فارغا كل غرفة بيكون فيها واحدة أو أكثر من الحر العين يبقى أنت بتدخل صواب عظيم جدا من الحر عين أو كما عظيم جدا من الحر عين وقالوكم الدليل من السنة الذي قوي هذا الكلام أيضا المرقبة السالسة لهذه السنة العظيمة ستزيد من المراصي كمن ولدان المخلدين مئات الألوف الرسول حسن يقول في الحديث القسر في الجنة فيه من عشرة ألاف فيه من عشرة ألاف إلى سبعين ألف من الولدان المخلدين ما كل واحد منهم صحفة من ذهة فيها صنف من طعام لا سماء الأخ فأنت لو بنيت خمستاشر أصر في الجنة يبقى هتزيد يبقى كل أصر فيه بإذن أنه سيكون في سبعين ألف لأنه ستكون من أصحاب الدراجات الأولى لأقل الناس خالص هم اللهم في القسر الواحد عشر تلف خادم لكن أصحاب الدراجات الأولى هيكون لهم سبعين ألف إذن سبعين ألف في خمستاشر أصر يبقى إضرب وخمسة في سبعين تلتمائية وخمسين مليون وخمسين ألف خادم في الجنة دوميا إذن أنت تزيد من مراسك في الجنة يوميا مليون وخمسمائة وخمسمائة وخمسين ألف خادم مع كل واحد منهم صحفة من ذهب يعني صحفة من طبق من ذهب هي صنف من طعام ليس مع الآخر كلهم يتسابقون على خدمتك في الجنة طبعا الحر العين من الأفضل الأشياء في الجنة لو أن امرأة من أهل الجنة نزلت إلى الأرض لطمس نورها نور الشمسي كما تطمس الشمس نور النجوم يعني واحد بالحر العين واحدة نزلت بس نهارا الشمس تختفي ولو نزلت ليلا لجعلت الليل النهار نورها أقوى من نور الشمس تشوفوا نور الشمس لو نزل بالنهار تطمس نور الشمس ولو تفرس في البحر لجعلته عسلا ولو أنها أطلت بإبيادها من السماء اللي خبلت أو فتنت أهل الأرض جميعا نشدت جمالها ده واحدة بس شوفوا أنت بقى أنت شوفوا أنت بقى هتزود بمرأسك كل يوم ألاف أو أكتر طيب تدخل الجنة بغير سبقة حساب والعزاب هذا الحديث ذكره الإمام الصيوطي وهو من أعلام الحديث فيه والتفسير أيضا فيه الدر المنصور بالتفسير بالمقصور فيه فضائل العظيمة اللي يقولوا الله أحد قال من قرأ قلوا الله أحد كل يوم خمسين مرة سمع منادية من قبره يقول له قم مادح الله فأدخل الجنة قم مادح الله فأدخل الجنة خمسين مرة يعني كأنه عشر مرة بعد كل صالح وده الحديث ده أول حديث نحن نقوله دلوقتي بتلاقي الأحديث بتتوارد مع بعضها البعض وبتقول نفس الكلام بطرق مختلفة ده بيقوي الأحديث وده يعرفه أهل الحديث فإذا يقول لك لأنه تقرأت خمسين مرة تسمع منادية من قبلك يقول لك كن مادح الله فأدخل الجنة هناك رواية أخرى حديث صحيح من قرأ يقول له اللحظ هو على يمينه يعني هو نائم على فراشه قبل أن ينام مئة مرة قيل له يوم الجنة ادخل الجنة على يمينك على طول يقول له ده معناها إشارة إلى السبق في الدخول الجنة أو لدخول الجنة بغير سبيقة حساب والعزاب فطبعا ده ده منزلة كلنا نتمنى أن ندخل الجنة بغير سبيقة حساب والعزاب اللي بقى قوي كلام ده حديث ذكره ابن كسير فيه تفسيره وقال عليه السنة ده جيد ثلاث من جاء بهن مع الإيمان فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل مئة شاء وزوجة من لحور العين كفى ما شاء من قضى دينا عن غريم في السر ومن عافى عن قاتله ومن قرأ أقول والله أهد عشرة مرات ضبرة كل صلاة فقال سيدنا وابكر الصديق وله واحدة رسول الله قال له لا واحدة طبعا عشرة مرات بعد كل الصلاة يبقى خمسين مرة في اليوم ده بيقوي الحديث اللي حين نسألين بدلوقتي بتاع خمسين مرة قم ما دي حال الله في ادخل الجنة ويقوي الحديث بتاع اللي يقرى عشرة مرات يتبنى قصر في الجنة لأن رحسوس الله قال عشرة مرات بعد كل الصلاة يعني تبني على الأصل بعد كل الصلاة وتكون يبا إذن مصداقة لهذا الحديث يفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أي هشاء في مقابة الخمسة مقابة السادسة تكون أكثر الناس زواجا في الجنة وهذا لأنه هتبني قصور كتير وبالتالي يبعدك حر عين كتير وبالتالي إذن هذا الحديث يصدق والسنة تقوي بعضها بعضا أكثر الناس زواجا يعني زوجة من الحر عين كيفا ما شاء يفتح لها أبوا الجنة يتخل من هشاء وزوجة من الحر عين كيفا ما شاء تحصل بها كما نعظم جدا من المخفر روايات كثيرة جدا بطرق مختلفة تقوي بعضها البعض من قارة قوله الله أحد خمسين مرة غفرت له بها ذنوب خمسين سنة من قارة قوله الله أحد مئة مرة غفرت له بزنوب مئتي سنة هناك حديث آخر من قارة قوله الله أحد مئة تورا بعد صلاة الصبح غفرت له بها مئة كبيرة يقول دي بأس أنت ستكون أكثر الناس مخفرة يعني تحصل كما عظم جدا من مخفرة ونحن غير يكون في زبن وغير ما في القبائر تكون ولية من الولاء لا الصالحين لا يمكن إنسان يقسم قوله الله أحد إلا هو كان بإذن الله يقرأ وليا الصحابي كان يقرأها في كل صلاة وفي كل رقعة في الصلاة المكتوبة بعد يقرأ الفاتحة وصورة صغيرة ثم يقرأ الإخلاص فاشتكوه إلى صلاة السلام قالوا له يلتعمل كيف ليه قالوا مش عجبكم اتركوني وحاسوا عن إمام من غير فقالوا يرون أنه أفضلهم فاشتكوه إلى صلاة السلام فقال الله ما تفعلوا ذلك قال أحبوها يا رسول الله قال أحبك الله لحبك إياه وفي رواية أتخلق الله الجنة طب أحبك الله تكون وليا من أولاء الله الصالحين فينادي الله سبحانه وتعالى جبريل يا جبريل إني يحبه فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل يا أهل السماوات إن الله تعالى يحبه فلانا فأحبه فتحبه فتحبه أهل السماوات وينزعوا له القبول في الأرض وينزعوا له القبول في الأرض فهتكون وليا من أولاء الله الصالحين إذا أكسرت بلايس الصورة وكان لك ورد منها كل يوم تنفي عن قلبي كالشرك اللي ممكن ينسان يكسب من صورة الإخلاص إلا ونفي عن قلبه الشرك الأكبر والأصغر وينفع وينفع عن قلبي النفاق والرياء وينفع عن الإخلاص طبعا ده شيء عظيم جدا جدا تنفي عقل فقر مش بس عنك بس ده عن الجيران أيضا ويبسط لك الرزق جاء في الحديث إنه من قرأ قوله الله أحد حين يدخلوا بيته نفت الفقرة عن بيته والجيران نفت الفقرة عن بيته والجيران أبدا لكم بقى لما يكون لك ورد الفضاء العظيمة لها تشيعك الملائكة بكسرة وتكون لك منزلة عظيمة جدا في الجنة منظر لهذا الحديث له خمس طرق مختلفة له خمس طرق مختلفة أو ست طرق لذلك قال ابن كسير كسرة التوركة هذه الحديث تقوي بعضها بعض ولو فتفتحت ابن كسير جاء جبريل الرسول عليه السلام وكان في غزوة تابوك قال له يا رسول الله مات معاوية ابن معاوية الليسي في المدينة وجئتك لتصلي عليه تصلي عليه يا رسول الله قال إي والله يا جبريل ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما لي أرى الدنيا والشمس مزدهرة لاستك كل يوم قال له إن الله أنزل سبعين ألف ملكا ليصلوا على معاوية بما بلغ معاوية هذه المنزلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب قال له بقراءة يقول والله أحد قاعدا وماشيا ونائما وجالسا ونائما وعلى كل حال يقول أقرأ كله والله أحد نائما قاعدا ماشيا وعلى كل حال يعني يبايزين سيدنا معاوية ده بقراءة كمرة في اليوم الصحابي اللي كان بيصلي بيها بيصلي بيها في كل صلة بعد بيقرأ الفتحة والسورة صغيرة يقرأ كل الله أحد في الأربع ركعات في كل ركعات في الخمس تاشر في الخمس صلوات يبقى بقرأة صلة بقرأة كمرة بلاش سيدنا عباقر وسيدنا عمر كان بقرأة كمرة اللي قاله نقصي رسول الله طيب الصحابي ده بيقرأة كمرة الذي كان يقرأه على كل حال قاله كان أقرأ كل الله ماشيا نائما جالسا على كل حال هناك حديثه صحيح أن الرجل سمع صحابيا يصلي بيها طوال الليل فذهب قال للعصول والسلام قال له يا أولادي نفسي بيها ده إنها لا تعدل سلوث القرآن وده المقابة التانية لبنت لو قريت قلو الله أحد بل 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 بعد كل صلاة ثلاثين مرة يعني 150 مرة إذن أنت ختمت القرآن 50 مرة رسول الله قال من منكم من يستطيع أن يقرأ السلس القرآن في ليلة قال والسلام من يستطيع ذلك قال من قرأ كله أحد فقط قرأ سلس القرآن وده ده إنها فعلا تديك ثلث من يقدر يقدر عشر أجزاء في ليلة يصلي بيهم قال لهم من قرأ كله الله أحد فقط قرأ سلس القرآن إذن لو قريت قلوا الله 150 مرة عاصم المثال حده عددا معينة يبقى أنت ختمت القرآن 50 مرة هتكون سبب 50 ختمة للقرآن 50 ختمة للقرآن طبعا هذا صواب عظيم جدا وتشعيعك المليكة بكسرة طبعا ما قلت الآن بعد المناقب لا ستكون المناقب لا أستطيع أن أحصي كل المناقب تبني قصورا كثيرة جدا في الجنة الحر العين الولدان المخلدين تخلق الجنة بغير حساب تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تكون أكثر الناس زواجا تحقق قاما عزيما جدا من مغفرة يبسط لقل الرزق وينفط عن فق الفقر تكون وليا من الأولاء الله الصالحين ينفع عن قلبك الشكر وينفع عن قل الفقر ويبسط لك الرزق وتشعيعك المليكة بكسرة وتأخذ ختمات كثيرة جدا من القرآن لأن كل 3 مرات بختمة بكل 10 مرات بقصر فيا ريت كل يسمعنا دلوقتي أنا أكتب لكم كل الكلام ده تحت الفيديو السخون شهون وشهيات العمي في ثوام العظيم وأن أعلهم علما فإن الله أجرى معامل في يوم القيامة لأن خذلك من الجلم شهيد وشوش تفقق للجرس وأشراك وكل يلي أصلاكم جديد وتساعدون وعشر السنة وكل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم